موسيقى قال لوق البشير لاحظ يسوع كيف كان المدعوون يختارون المقاعد الأولى فقال لهم هذا المثل إذا دعاك أحد إلى وليمة عرس فلا تجلس في المقعد الأول لربما يكون قد دعى من هو أعظم منك قدرا فيأتي الذي دعاك ودعاه ويقول لك أعطه مكانك فحينئذ تضطر خجلا إلى الجلوس في آخر مقعد ولكن إذا دعيت فاذهب واجلس في آخر مقعد حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديقي تقدم إلى أعلى حينئذ يعظم شأنك في عين الجلسين معك لأن كل من يرفع نفسه يواضع ومن يواضع نفسه يرفع حقا والأمان لجميعكم بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أخوتي خياتي صباح الخير الله معكم بهالصباح المبارك بفرح كتير كبير أول مرة هيكي بأدس بالرئاسة العامة بدي كمان رحب بكل اللي عم بيتابعونا خاصة بإخوتنا يلي كمان عم بيشاركوا معنا من إستراليا وإخوتنا الإسترالية اللي اليوم كمان موجودين معنا بقلب الكنيسة بهالإنجيل اللي سمعناه اليوم منشوف دايما يسوع بيستعمل أسهل لغة تا يقدر يوصل رسالته بخبر الخبرية بيعطي المثل مثل ما سمعنا اليوم لأنه يسوع كان عم بيحكي كل فئات المجتمع الكبير والصغير بيقدر يفهم كان يوصل الكلمة بأسهل طريقة ممكن أنه تكون عم توصل لأنه يسوع عم بيوصل عن الملكوت عن حقيقة السماء يلي هي ما حدا ولا أي شخص بيقدر يوصف هالحقيقة ما حدا بيقدر يعبر عنه بيقول بولوس ما لم تبصره عين يعني العين ما بتقدر تعبر عن يلي يلي بنشاه فوق بالسماء من هون يسوع بيعطيهم أسهل طريقة بيعطيهم المثل الخبرية بهالطريقة الكل بيقدر يكون عند يفهم حقيقة الملكوت حقيقة السماء نقدر نفهم النص دايماً بدنا نطلع أول كلمات بالنص ما يقول يسوع لكن الكلمة المفتاح دايماً هي بتكون بالأول يبدأ الإنجيل بيقول لاحظ يسوع يمكن نطلع فيها سمعناها كلنا بس مرأنا مرور الكرام لاحظ يسوع يعني شيء كثير مهم مثل ما نحن بحياتنا بتكون الحياة ماشي بطريقة عادية ولكن لما منوقف قدام حدث منلاحظ شيء لابد ما نوقف منوقف لأنه لحظنا شيء غريب هذا اللي صار مع يسوع اليوم بهالعشاء اللي كان معظوم عليه يسوع عند حدا كتير مهم من الفرسيين بيشوفهم بلشوا كلهم يقعدوا بالصفوف الأمامية من هون يسوع شايف هالمشهد غريب كونه هو النور هو بيقول أنا هو نور الحياة بيجي نور العالم بيجي هو تينور لنا الطريق بيجي تيدويلنا تيقلنا بأي طريق بدنا نكون عم نمشي فيها بحياتنا إذا عرفنا نمشي بالطريق يلي هو بده إيانا نكون عم نمشي أكيد بنكون معه فوق بالملكوت يسوع بيشوف أنه هالأشخاص اللي عم يعدوا قدام بس خلوكم عم تعدوا قدام دايما ما تعطلوهم بيقول هالأشخاص اللي عم يعدوا قدام قلبهن بعيد عن الله لأنه الله هو يفاحص القلوب والكلا يسوع كان بيعرف قلوب الناس وشايف أنه قلبهن ما بيشبه قلبهن أبدا من هون كان في انتولي كتير مهم كان بديوا يعلمونيها هي التواضع من هون بيقول طلعوا فيي وتشبهوا فيي أنا الوديع والمتواضع القلب والصلاة الحلوة نحن من صليه بشهر حزيران شهر قلب يسوع لما نقول يا يسوع الوديع والمتواضع القلب اجعل قلبنا مثل قلبك لكن هم يسوع مش من بيقعد قدامه ومن بيقعد وراء إنما هو القلب الله يفتش دائما عن قلب الإنسان قلب الإنسان هو المركز يلي بيلتقى فيه مع الله هذا يلي ربنا بده ييه وأكبر هيكي مثل من شوف العذرة يلي ربنا اختار لأنه شايف ألبم غير عن قلوب كل الناس هي يلي بتقول تعظم نفس الرب بتقول نظر إلى تواضع أمته وهذا يلي الإنجيل اليوم بده يخلص فيه يسوع بيقول لأنه من يواضع نفسه عن التواضع يرفع إذن بهالإنجيل يسوع بيكون مدعوم على هالعشم عند حدا من الفرسيين يلي هو كتير مهم وبلشوا يقعدوا كلهم لقدام ويسوع كان بهمه يضوي أكثر بيعطيهم هالمثل وبيقلهم يمكن في ناسب تجي بتقعد قدام وبعد شوي بيجي حدا أهم بيقوم نضطر نقوم ونقعد لمال وراء لذلك لما بتجيوا قعدوا لوراء حتى صاحب البيت هو يكون عم بيدعيكم حتى هو يقلكم تفضلوا قعدوا لقدام أخوتي هذا الإنسان هذا كل واحد مننا نحن هذه اللي صار بهالعشب يشبه كل واحد بيناتنا بطبيعتنا منحب نكون دايما لقدام لا لأنه دايما نحن عطلينين هم المستقبل عم نفتش على الضمانات عم نفتش لأنه نحن خيفانين بالحياة والحياة في لبنان صارت بتخوف في محل من المحلات لحتى تلميذ يسوع يحنى ويعقوب يحنى شفيعها لكنيسة وخيه يعقوب ناينوا نسوا اجوا لعند الرب قالوا له يا رب قعدنا عيمينك وعشمالك كان كل همهم عم بفتشوا كيف بدون يكونوا قريبين ولكن يسوع كان ما بيهموا أن يكونوا قريبين هون على الأرض كان عم بيوجههم لحقيقة السماء من هيك بالقراءة الأولى اللي سمعناها اليوم من يوحنم يقول أنتم في العالم ولكنكم لستم من العالم أخوتي نحن مش أبناء هالأرض نحن يوم للأيام كلنا سوا رايحين ولكن نحن أبناء الله الله البي لما منحكي عن الملكوت مش عم نحكي عن شي بعيد لأنه يسوع إجا الملكوت فينا نحكي فيه عن أبوة الله وعن أخوتنا لبعضنا البعض كل يوم نعيش أخوي لبعضنا البعض كل مرة نتشبه بيسوع مع بعضنا البعض بيكون عم بيتم ملكوت الله لأنه بيصير الله البي حاضن ولاده كلهم تحت جناحه من هيك الله ما بيرتاح باله ما بيرتاح قلبه إلا ما نكون كلنا واحد هذا هو يلي بده يا الرب يسوع وفعلا طي طبق هاشي لما بيكون عم بيحكيهم هاللي كانوا عم بيفتشوا عن مقاعد الشرف فيقلهم يلي لازم تعملوا بتكون تتشبهوا فيني ونتذكر كلنا بالعشة السري بيحكيهم عن الخدمة لما من بعد ما قالوا كيف بدنا نخدم بعضنا البعض يسوع بينزل عند أقدام الرسل بيغسلهم إجريهم وتاني نهار لأنه هل قد أحبنا غاية الحب مشي للصليب حتى يكون عم بيقدسنا كلنا سوا حتى يكون عم بيخلصنا كلنا سوا حتى يكون عم بيفتح لنا بواب للسماء من هون بيقول أنا رح روح قدامكم لا تخافوا لن أترككم يتامة إخوتي بدنا نقامن بها الكلام لن نبقى يتامة بيقولنا ما رح خليكم تكونوا مثل اليتامة أنا رايح قدامكم لأنه أنا الراعي وإنتوا الاخواريف نحن كلنا سواهون خراف المسيح هو بيعرفنا بأسامينا وهو يلي بده يدبر المزمور بيقول الرب راعية فلا يعوزني شيء بقلب هالظلمات بقلب هالظروف الصعب يلي كل البلد عم بيقطع فيها أكيد الرب أكيد بعده عم بيحكي مع كل واحد بيناتنا أكيد الرب مش ناسي ولا واحد بيناتنا حتى لو عقدت الأمور حتى لو صعبت الأمور الله بيدبر هاي كان مع أبائنا ومع أجدادنا وهيك اليوم الرب معنا رغم كل المحن اللي عم بتصير عم نشوف أنه حضور الله بعده فاعل الله بعده عم يشتغل بحياتنا من هايك بيهلق الديس ربنا بدو يعطينا كلمة كل واحد منا لما منقول الروح القدس يتكلم بأنات لا توصف هلأ كلنا نحن موجودين هون ولكن كل واحد منا بدو نعمة نفتح قلوبنا لنعمة الروح القدس حتى هالنعمة تجي لقلوبنا تسكن فينا ولما كل متقلب تجي على قلب حياتنا بتعطينا سلام تعطينا فرح رغم كل شي عم نقطة في من هون يسوع بيطلب أنه الإنسان اللي بدو يتبعهم بدو يكون وديع بدو يكون شو يعني الوديع الإنسان المتواضع هو عكس المتكبر طلعوا بالأمحة تبقى الأمحة المليانة من حني كله ثمار الأمحة الفاضية تبقى شامخة ولكن ما فيه شيء الرب يفتش عن ثمار ربنا بدو ما بدو ينا نكون كسلانين بالحياة بتذكر أبونا مارون مبارك الرئيس العام كان كان بعد ورئيسنا بالإكليريكية كان يقلنا الخوري ما بيشتغل ما بيعطي ثمار هو بخوري يخرب ونفس الكلام بحياتنا الإنسان الذي لا يثمر الإنسان الذي لا يشتغل بحياته إنسان يخرب لأنه ما عنده شي يعمله من هون الوقت هذا شيء كثير مهم عطيه من الرب عطينا هي تنكون عم نعرف نستثمره بقلب حياتنا تنكون عم نعرف ننتج بقلب حياتنا من هون بهالإيمان منقله تكلم يا رب فإن عبدك يسمع خلي كل كلمة يا رب أنت عم تقلنا هيها تفوت على قلبنا بغزينا تنكون حاضرين للدخول إلى ملكوتك أمين ترجمة نانسي قنقر